اشتركوا في القناة اللي هو الاحدث على الاطلاق في وقت الاطلاق تاع هذا الجهاز بالاضافة لانه مزود ب4 جيجرام اللي قد لا تكون رقم عالي جدا ولكن مع سوفتوير سوني الخفيف جدا قد لا تحتاج إلى اكثر من هيك على هذا الجهاز ولكن الامر اللي جدا جدا مثير للاهتمام في هذا الجهاز اللي هو الشاشة بحيث انه هون قاعدين بنتكلم عن شاشة بحجم 5.5 انش وبدقة 4K حقيقية هالمرة بحيث انه المرة السابقة الـ 4K كان فقط يعمل على اللي هو تطبيقات سوني اللي بتدعم الـ 4K فقط ما بتقدر تشغل يوتيوب ما بتقدر تشغل العاب بدقة 4K اغلب الامور كانت تشتغل كلها عفو الـ HD ايام الزيد 5 بريميوم ولكن في هذا الجهاز كل شيء 4K في كل الوقت وهذا ثاني جهاز بعد الـ LG G6 في معرض MWC اللي بحمل شهادة الـ HDR10 اللي هي شهادة جديدة لعمق الالوان اللي الشاشة نفسها بتقدر انها تعرضها فيفترض ان يكون في عندك كالرز اكثر دايناميكس اكثر لما تكون بتتابع محتوى عالي الدقة من سيرفزز مثل نتفلكس او حتى يوتيوب اللي اصبح بيدعم الـ HDR وطبعا يغطي شاشة الـ LCD من الامام جوريلا جلاس 5 بالاضافة لانه الجهاز ظهره ايضا من الزجاج ولكن ظهر الجهاز ملفت للانتباه بشكل خرافي جدا ايضا كما شفنا بـ Z5 بحيث ان هنا فيه عندنا ظهر لميع في حالة اللون الفضي ظهر عبارة عن مرآة بشكل كلي فحرفيا تقدر تستخدم ظهر الجهاز علشان تقدر تحلق وتزبط لحيتك عليه اما بالنسبة للون الاسود منه فهو ايضا لميع وصراحة اثناء تصوير هاتجهازين عليما اللهم سحة الجهازين 35 مرة اما بالنسبة للكاميرا فهي بقوة 19 ميجابيكسل بحجم فتحة يساوي F2.0 مع تثبيت صورة رقمي مربوط بالجايرو نفس اللي موجود بالجوجل بيكسل بالاضافة ان هنا فيه عندنا تقنية سوني الجديدة اللي هي الاي موشن اللي بتسمح لك انك تصور لغاية 960 اطار ولكن على دقة 720 فريم واللي هي مش عاطلة ابدا فلا يوجد اي جوال على وجه الارض بيعمل هاي الحركة ما عدا ثاني جوال اللي طرحته سوني اللي هو الاكس بيريا اكس زي اس اشتركوا في القناة الاكس بي اس وعبارة عن نفس الاكس زي اللي عينته قبل فترة اللهم فقط تمزيادة الرام من ثلاثة الى اربعة جيجا بايت بالاضافة انهم زادوا عليه ميزة او خاصية الاي موشن اللي بتسمح لوني يصور سلو موشن بشكل جدا بسيط فقط لا غير لا يوجد اي فروقات من ناحية المعالج من ناحية الشاشة من ناحية الحجم مطابق له بالضبط طبعا كلا من الاكس زي لبريميوم والاس كلهم بيملكوا نفس السماعات الامامية نفس الكاميرا الامامية اللي هي بتيجي بقوة 13 ميجابيكسل بحجم فتحة يساوي F2.0 وحساس نوعا ما حجمه كبير فالصور السيلفيز المفروض تكون جيدة وجميلة من هالجهاز اما بالنسبة للبطاريات فالاكس بيريا اكس زي بريميوم بيملك بطارية ساعتها 3230 مل امب اما الاكس زي اس بيملك بطارية ساعتها 2000 و900 مل امب ايضا نفس الزت اكس العادي وطبعا في عندك دعم لتقنية الشحن السريع عن طريق منفذ اليو اس بي تايب سي فبالنسبة الي شخصيا بشوف الاكس بيريا اكس زي اس وعبارة عن فقط اظهار لعضلات تقنية الموشن اي الجديدة وليس اكثر لايوجد اي فرق انك تحدث عن اللي هو الاكس زي العادي الا لهاي الشغلة واللي هو شي ما بستاهل كثير في حالة كنت اردي بتملك جهاز الاكس زي اما بالنسبة للبريميوم فشاشة الفور كي امر رح يكون جدا مثير للاهتمام انه نجربه ونشوف على المدى الطويل كيف هالعملية رح تأثر على البطارية بالاضافة لانه بيملك حساس الكاميرا الجديد بقوة الموشن اي الجديدة ففي كثير من الامور صراحة متحمس اني اجربها في هالجهاز انتو ايش رأيكم في الاجهزة هاي شو حابين تشوفوا عنها محتوى اكثر ايش عجبكم ما عجبكم فيهم شاركوا رأيكم معنا في قسم التعليقات بالاسفل هذا كان كل شيء لهالفيديو كان معكم صلاح حامد من معرض MWC 2017 في برشلونة وفي امان الله